السلام عليكم أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والهافية أعلنت شركة هونر عن أحدث هواتفها في الفئة المتوسطة حيث قدمت هاتف هونر X4i الجديد كليا بشكل حصري للأسواق الصينية ويتميز الهاتف بأنه دعم لشبكات الجيل الخامس وهو لا يعتبر من فئة الهواتف المتوسطة العليا لكنها أقرب لفئة الاقتصادية قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو يأتي الهاتف بيوزن 175 جرام وبأبعاد في الارتفاع 162 مليمتر وبعرض 74 مليمتر وبسمك 7.4 مليمتر خامات الهاتف الغارجية من البلاستيك البولي كاربونات الهاتف يدعم تركيب شريحته اتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري شاشة الهاتف تأتي من نوع التي بي اس ال سي دي بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080 في 2388 بيكسل وبجودة الفول آج دي بلاس مع كثفة البيكسلات 391 بيكسل لكل بوصة يأتي الهاتف بمعالج من نوع ميديا تاك ديمينيستي 780 نواة مع دقة تصنيع المعالج 7 نانومتر والمعالج الرسومي هو مالي جي 57 واجهة ماجيك يو اي 6.1 بنظام تشغيل اندرويد 12 بدون خدمات جوجل مساحة تخزين 128 جيجا أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2 تدعم تصوير الفيديوات بجودة 1080 مع 30 إطار في الثانية كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 وهي مخصصة للعزل الكاميرات تدعم فلاش لات وتدعم الـ HDR والفانوراما وتصوير فيديوات بجودة 1080 مع 30 إطار في الثانية الهاتف يدعم منفذ السماعات 3.5 ميلي متر ولا يدعم مستشعر الـ NFC بصمة الإزبع موجودة على زر الباور ويدعم الهاتف الفتحة عن طريق الوجه بطارية ليثيون بوليمير بحجم 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 44 واط ويتم الشحن من خلال منفذ وياز بـ Type-C يتلاتي بألوان الأسود والفضي والأخضر والبنفسجي تم تسعير هاتف هونر X40i الجديد في السوق الصيني بشكل رسمي للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 240 دول هر ويصل سعر لأعلى نسخة والتي تأتي بمساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 300 دول هر ولبقية الأسعار للدول العربية سوف تجدونها أسفل هذا الفيديو وسيتاح الهاتف للبيع في الصين من يوم 22 من هذا الشهر والهاتف يعتبر تقليدي إلى حد كبير من نظر إلى الشاشة التي لا تعتبر متميزة إطلاقا مرورا بالمعالج الذي يتميز بدعم شبكات الجيل الخامس لكنه كأداء لا يعتبر متميز مع كاميرات أرقامها متواضعة إلى حد كبير وأخيرا البطارية التي تعتبر صغيرة وصل المنافسين فالهاتف تقليدي إلى حد كبير وغير مرشح للخروج الأسواق العالمية وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو شكرا لكم على المشاهدة